السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد. ازا يا بنات يا رب تكونوا كثيروا في افضل حل. النهاردة ان شاء الله جايفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده قدامكم معانا حبة الفسولية. تمام? دي يا جماعة ما شاء الله ما حدش يستغر باقي الفسولية. او الفسولية ديت لها سحر رهيب في نزول الوزن وفنزول الدهون المتحجرة اللي بقى لها سنية. لو انت عندك جسمك فوق المت كيلو او جسمك زيت شوية ولا حاجة. ان شاء الله عندك دهون عنيدة. ان شاء الله يا جماعة الوصفة دية هتنازل كل الدهون وكل الكتل اللي موجودة في الجسم او في الكرش. الارضة في الحاجات دو كلاته. ده ان شاء الله يتنازل معانا الوزن بطريقة كويسة جدا. تمام? تعالوا بقى كده نحطوا كلاتنا لايك للفيديو. ولسه بشوف قناتي يعمل اشتراك لي في قناة ويفعل الجرس. عشان ان شاء الله يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفة علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارة. تعالوا بقى كده يا بنات نشوف الفيديو بتاعنا نهاردة بيقول ايه? محدش يستغرب ان انا جايبة فاصولية. تمام? ده فاصولية. ممكن تكون موجودة عندكم في يعني فيه ناس بتخزن عندهم في التلاجة في بتاع. بتبقى موجودة عندنا طول السنة. لو مش موجودة عندك ممكن ان انت تشتريها من عند العطار من عند اي محل بقليات. بتجيب مسلا حوالي نص كيلو ربع كيلو. بتسيبها عندك على طول. آآ بيفضل بقى شهور عندك. بتحطي في التلاجة علشان طبعا حرارة تتجوب كده. بس هوس منك. بتحطها في التلاجة بتعملي كمية كبيرة. هتنفعك ان شاء الله على طول دايما. تمام? ده تعالوا بقى كده بنات. نشوف هيستعملها ازاي واستخدامها ازاي. اول حاجة انا بجيب الفسولية ده هي. آآ طبعا انا بجيبها من الحباتة طويلة. ما حدش يقول ده لوبيا لأ ده الفسولة ده تختلف عن اللوبيا. انا بجيب حوالي معلقة بس منها كدهوت. بس قبل ما بستخدمها بكون غسلها كويس جدا ومنشفة زي ما انتم شايفين كده. لان انا هحتاج الميا بتاعتها. طيب انا هعمل ازاي هغط كده حوالي معلقة كبيرة. او معلقتين. يعني على اس المعلقة بتاعتي صغيرة بتاع كوباية شاي. لو انت عندك بتعير معلقة الاكل ولا حاجة بتحطي منها معلقة واحدة بس. تمام? ده كده هو ده كده كوباية اللي انا هستخدمها الوصلة بتاعتي. طيب بعد كده اللي هعمل ايه? هنزل عليها بالمية المغلية. خايفين ده يا جماعة مية مغلية. وبداوبها كويس جدا. وبتغطي عليها بعد ما بتحط عليها المية المغلية بنغطي عليها كده وبنسيبها حوالي تلات ساعات. مستعجلة او حابة ان انت تغذيها ممكن تديلها غلوة غلوتان كده على النار وتستهلك وتستعملها عادي. تمام? فانا دلوقت بغطي عليها وبسيبها حوالي تلات ساعات. طيب بعد ما عدت تلات ساعات معايا بنرجع تاني. بعد ما عدت معايا حوالي تلات اربع ساعات بتدينا اللون الاصفر اللي انتو شايفينه دهوت زي ما انتو شايفين كده. تمام? قلت لك لو انت برضو مستعجلة ومش حابة انت تقعديها حوالي تلات اربع ساعات ممكن تديلها غلوة غلوة تاني على اساس ان هي تنزل كل فوائدة والمية بتاعتها تبقى شبه المية اللي انتو شايفينها دي. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل دلوقتي معايا كوباية تانية اهيت ومعايا المصفر. بعمل ايه? بصفق الكوباية بتاعت كده اهو. ده كده يا جماعة لون المية اللي انا عاوزها هو ده كده اهيت الفسولية بقت بالشكل ده كده. تمام? التاني مرة يا جماعة لو انتم مش حابين ان انتم يعني مستعجلنا على الوصفة ممكن تديلها غلوة تاني هتبقى برضو يعني طبعية معاك هتبقى تديك برضو نفس الفايدة اللي هي انت هتسيبها حوالي اربع ساعات. تمام كده? طيب تعالوا ده نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه? بعد المية معانا بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. وبقت باللون ده كده. دلوقتي انا معايا لمونة زي ما انتم شايفين كده هوت. هاخد بس نص لمونة. هنشيل بس منها البزر الاول. على اساس خلاص انا صفاتها بقى مش هلجع صفاتها. بوضع عاصرة اللمونة كده هوت. وبقوم حطاها له كوبية بالشكل ده كده. تمام? كده انا خلصت هقلبها بس اتقلبها كويسة كده. انا كده خلاص انا قلبت عليها اللمون اهي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده? بعد كده معي ايه? معي مكونة اتنين حرقين جدا للدهون. دول اكتر حاجة بيحرقوا معاك الدهون وبزودوا معاك سرعة الحاجة. اللي هما ايه? اللي هما الارفة. باخد نص معلقة كده هوت. تاكده معلقة ارفة. نص معلقة بس يا جماعة نص معلقة. زي ما شايفين? بالشكل ده كده وبدوبها كويس جدا. اهو. كانت وراها خالص لغاية ما تدوب. مش عايزها تبقى عيمة كده على الوش. لا انا عايزها تدوب كلتا كده. تعالوا بقى نشوف تاني متكون معي انه هو ايه? ده كده انا خلاص دوتر. ولو انت عايزين تصفوه على اساس ان هي ما تبقاش عيمة كده على الوش برضو هتبقى كويس. هنحط بقى مع بعض تاني مكون اللي هو ايهو? الزنجبيل. تمام? لو انت عندك الزنجبيل ممكن ده يبقى كويس جدا برضو. ما عندي كيش يحط البودر زي اللي احنا حقنا ده. بقى اللي بقى كويس علشان ما تبقاش كده عيمة على الوش. ويتضيقنا وانا بشرق. خلاص? بالشكل ده كده. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه? كده الكوباية اصبحت ان هي جاهزة معي. هقول له بصده بقت جاهزة معي. بعد كده هنعمل ايه? هناخد الكوباية ديت مرة واحدة بس في اليوم. اللي هو امتى? لو انت عايز تخصص منطقة الكرش خدها بس مرة واحدة بعد العشان. تمام كده يا جماعة? قلنا لو انت لو احنا بس لان في ناس كتير بتقول انا عندي كرش بس. انا جسم كويس جدا بس كل اللي عندي عندي كرش. لو انت عايز تخصص منطقة الكرش بس هتاخد الكوباية ده هي بعد العشان. تمام? يعني قبل ما تنامي بتكون نشرب الكوباية دية. طيب لو احنا عايزين بقى نخصص الجسم كله بنعمل ايه? بنشرب الكوباية ديت قبل العشان. بناخدها مرة واحدة بس في اليوم. لو انت عايز تاخدها قبل العشان على اساس ان هي بتسد معك الشهير بتيحرق معاك. خلاف ان هي بتسد الشهير ده بتحرق معاك الدهون بطريقة كويسة جدا. يعني يمكن القرفة والزنجابيل. دول اكتر اتنين بيحرقوا معاك الدهون. تمام كده يا جماعة? خلاف كده كمان ان موت الفاصولية ده لها فواية كويسة جدا جدا في نزول الوزن معاك. طيب ده كانت الوصفة بتاع ده كده انا خلصت معاكم اول وصفة. تمام? هنحطها على جنب كده هو. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الوصفة التانية اللي احنا هنحضر. اللي هو الكريم الموضعي. تمام? الكريم دوت هيبقى كويس جدا هندهنه آآ عن منطقة البقى. ده لان الوصفة دي بتكمل دي. تعالوا بقى كده نشوف انا معي معلقة زنجابيل. اهم. معلقة واحدة بس كفاية. لو انت عايزة تكبر الكمية شوية انت ممكن تكبرها عادي وفيش اي مشكلة. بعد كده معي معلقة من القهوة. بالشكل ده كده هقلوبهم بقى مع بعض. لان ده سمقلوبهم كويس جدا. لازم تقلوب مع بعض كويس جدا. علشان العجنة كلتها تبقى مع بعض. عايز اقولك كمان الوصفة دي تنفع للترهولات اللي هي بتاعة الحامل او بعد الولادة الخطوط اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن آآ الكلف الحاجات السمراء لان الوصفة دي كمان بتفتح البشرة دي. بعد كده معي انا معلقة معلقة الزيت زيتون. صغيرة اهي. تكفية جدا. كمان? نعيه برضو ميت الورد. بتغلط كده برضو حاولي معلقة. برضو انا يعني هرت حاجة بسطة كده علشان العجنة ما تجيش او الوصفة بتاعتي ما تجيش مرأة قوي معي. لو انت حاسيت ان هي جيت مرأة قوي ممكن ان انت تزود زنجبيل وتزودها. تمام? بس هي ان شاء الله هتيجي مزبوطة. كويسة جدا كده والفون بتاعه مزبوط. شايفين? انا مش عايزة اكتر من كده. شايفين? هي ودوات اللي انا عايزة. تعالوا بقول لكم هنعمل ايه? المفروض باجي معها قبل ما ندهن منطقة البطن. تمام? او على فكرة الوصفتين دولت بيكملوا بعض. وقبل ما ندهن منطقة البطن او اي منطقة انت عايزة يعني فيها تراغلات وانت عايزة تدهن المكون او الوصفة دي عليها بنعمل ايه? بنسخن شوات ماذا فين كده? وبفوتة ولا حاجة وبنقوم مسحين على البطن بتاعتنا اللي احنا هندهنه من المكون دول. ليه? علشان تفتح المسان بتاع الجلد. بعد كده هقوم جاي بقى الوصفة اللي انا عملتها ديها. وهدهن كل المناطق اللي انا عايزة انزل منها الدهوم. بعد كده هنعمل ايه? فقوم جايبة لو انا عندي كيس استريتش ولا حاجة بقوم جايبة وبالفه بقى على وسطي او على منطقة اللي انا عايزة يعني سوى لو كانت المنطقة التراغلات في الدرعين او في البطن. تمام? بس بقى كده حوالي ساعتان اتنين. بعد كده بنقوم شاطفين المكان اللي احنا دهننا فيه. بمية كده فترة من الحنفية. ليه? على اساس ان هي تسد المسان اللي احنا فتحناها بالمية الدفي. تمام? اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته.